أغلى عشرة حيوانات بالعالم مرحبا بكم جميعا من المؤكد أن العالم الذي نعيش فيه يمتلئ بالحيوانات النادرة التي يسعى محب الحيوانات إلى شرائها وبالفعل نسمع أرقاما ضخمة يتم دفعها في المزادات العالمية لشراء حيوان مميز لذا دعونا اليوم نتعرف معا على أغلى عشرة حيوانات بالعالم ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تضغطوا إعجاب على الفيديو وأن تتابعوا قناتنا وتفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد أولا القرد الأخضر 16 مليون دولار القرد الأخضر هو مجرد لقب يطلق على حصان وهذا الحصان تم شرائه وهو ابن عامين فقط من قبل ديمو بيرني وقد كان في بطولة كينتاكي للسباقات ومالكه لم يكن لديه منع في دفع ملايين الدولارات على هذا الحصان آملا أن هذا الحصان سيحقق فوزا كبيرا ولكن لسوء الحظ هذا الحصان لم يحقق أي نجاح أبدا ما يعني أنه أنفق كل هذه الأموال على فراغ لهذا يجب أن نتعلم من هذا الدرس أن نحافظ على إنفاق أموالنا في الموضع الصحيح ثانيا البقرة مليون ومائتي ألف دولار من بين أغلى عشرة حيوانات في العالم ربما أنك لم تظن أن تكون بقرة واحدة من بينهم هي بقرة بيضاء وفازة ببطولة سابقة كأكبر بقرة في الساحة ما جعل العديد من المشتريين يتنافسون عليها لشرائها بعد النجاح الباهر الذي حققته وقام من اشتراها بدفع مليون ومائتي ألف دولار ما يعني أن هذا المبلغ كبيرا جدا بالنسبة لبقرة لكن هذا يعد بمثابة حاوس مصابه العديد من الأشخاص ثالثا الكلب التيبيني خمسمائة واثنين وثمانين ألف دولار لو كنت تفكر يوما ما في شراء كلب عليك أن تفكر مرتين قبل أن تشتري كلب من تلك السلالة لأن سعره مرتفعا جدا بالنسبة لبقية الفصائل فسعره يصل إلى خمسمائة واثنين وثمانين ألف دولار كما أنه يعد من أكبر وأضخم الكلاب حول العالم حيث يبلغ طوله اثنين وثلاثين بوصة ويزن أكثر من مائة وخمس نرطل ولو أصبح بإمكانك أن تشتريه فلن يصبح بإمكانك القدرة على تحمل نفقات إطعام ورعاية هذا الكلب والعديد يربون هذا الكلب بسبب فروته الجميلة كما أن تلك الكلاب لديها قوة هائلة لحماية مالكها ورعايته من أي مخاطر تحيط به رابعا سير لانسيلوت أنكور 155 ألف دولار مالكيه هم إدجار ونيناء أوتو القاتلين في فيلوريدا فبعد أن فقد كلبهم المحبوب في 2008 بسبب مرض السرطان قرر مالكيه أن يقوم باستنساخه من الفصيل الجيني الخاص به دي أني ومن ثم أصبح هذا الكلب بهذا السعر المرتفع الثمن نظرا لأنه نسخة مستنسخة من كلب مات بسبب السرطان تلك الأسود جميلة وذات منظر لطيف للغاية والمكان الوحيد الموجود به هو جنوب أمريكا وطبقا لمؤسسات رعاية الحيوان يوجد فقط 300 أسد أبيض حول العالم ما يجعله قابلا للإنقراض وبالرغم من أن تربية أسد أبيض يعد أمرا غريبا ومخيفا إلا أن الدافع لفعل هذا الشيء أنه يعد نوعا لطيفا وضو منظر جزاب ولهذا أصبحت تكلفته 138 ألف دولار سادسا خنفساء الآيل 89 ألف دولار إنه لأمر غريب أن تربي خنفساء معك ولكن الشيق هنا أن تلك الخنفساء نادرة جدا جدا تلك الخنفساء يصل طولها إلى ثلاث بوصات وهي تكثر في اليابان ولهذا وصل سعرها إلى 89 ألف دولار ويرجى سعرها هذا لندرتها ما جعل مالكها يشتريها بهذا الثمن سابعا بغبغاء الكوكاتو 16 ألف دولار طائر جميل وضو منظر رائع كما أنه يوجد بلونين أسود ورمادي ويبلغ طوله بين 22 إلى 24 بوصة وهو لديه عرف كبير ومنقار خاص ولو أن أحدهم لديه مثل هذا البغبغاء فلن يبيعه لك بأقل من 16 ألف دولار ثامنا البغبغاء المصفر 14 ألف دولار هو أطول طائر في العالم وجد في جنوب أمريكا وهذا البغبغاء لديه منقار كبير وضخم يمكنه من كسر ثمر الجوز الهند بمنقاره كما أنه يأكل الفواكه والخضروات ولو أردت أن تشتري هذا البغبغاء فعليك أن تجد واحدا يمتلك هذا البغبغاء لكي تتمكن من شرائه ومن ثم عليك دفع 14 ألف دولار نفقت شرائه تاسعا قرد برازاز ما بين 7 ألاف دولار إلى 10 ألاف دولار يعرف باسم قرد المستنقع يوجد بكثرة في منتصف قارة أفريقيا وبفضل قدرتهم على الحركة بسرعة فمن الصعب أن تجده أو تصطاده ما يجعله نادرا لدى البشر وهو يمكن أن يعيش حتى سن 22 عاما ولو كنت ترغف الحصول على واحدا منهم كي تربيه معك هذا سيكلفك الكثير يوجد بكثرة في جزر الكاريبي وفي جنوب المكسيك وجنوب ووسط أمريكا وتلك الفصيلة من الطيور النادرة جدا ولو أنك قررت أن تشتري واحدا من هذه الفصيلة فستكلف نفسك الكثير إضافي فريدريك هو حصان أسود اللون ذو فرو كثيف وشعر طويل أسود اللون وهو مشهور بكثرة ولديها أكثر من 12 ألف متابع على الفيسبوك ولا يوجد سعر مقدرا له التمساح الأبيض نادرا بكثرة حيث أنه من بين خمسة ملايين تمساح يوجد فقط واحدا أبيض اللون كما أنه لديه أعين زرقاء ما يجعلنا غير قادرين على أن نضع له الثمن ولكن بالرغم من كل هذا هناك أشخاص يهتمون بهذه الأشياء ولديهم القدرة لشرائها مهما كلفهم الأمر من أموال طائلة يدفعونها لكي ينالوا فرصة الشهرة بسبب شرائهم لنوع من مثل هذه الحيوانات النادرة مهما كان سعره فهم لا يفكرون سوى في شهرتهم فقط ترجمة نانسي قنقر